معظم ده كثرة الطب النفسي والإدمان بيتفقوا على حاجة مهمة جدا إن الزوج المدمن مفيش فيه أمل طوالما هو مدمن لإن الشخص المدمن مالوش كلمة مالوش أمان وإحساسه بالمسؤولية معدوم بس الغريب إن فيه بناك كتير قوي زي ميرفت فالطبط بواحد تبقى عارفة إنه بيشرب وإنه مدمن ومع ذلك بتقرر وهي بكامل قواها العقلية تخيلوا إنه يتكمل معا وتقول أنا هعرف أغيره عاي كان فكسهم لحنا سمعناها دي خدتي غيرتي مفيش حد يقدر يغير حد إلا لو الشخص نفسه كان هو عايز يتغير بجد ميرفت بقى اكتشفت ده بعد ما تورطت لما هي بدأت تفكر في الطلاق لقيت إن هي معها عيل في الثاني وإنها هتشيل شلتهم لوحدة بعد الطلاق طب ميرفت أقولك على حاجة وما تزعليش إنت تجوزتي الراجل ده عشان وافق إنه يتجوزك وإنت مطلقة ومخلفة فأنت شفتي شخص جدع وراجل ونسيتي بقى أنت تحسبيها بالعقل وتشوفي الصورة كويس لمجرد أن أنت لقيت حد يرضى بظروفك مع أنه ظروفك عادية جدا مع أن الطلاق مش عيب ولا حاجة تقلل منك حتى أهلك قالوا لك بلاش يميرفت ده بيشرب ده ممسوك يوم قرية الفتحة عايزة يا رب بديني علامة مالوش أهل يترد عليهم مالوش كبير وإنت كملتي كملتي عشان كنت عايزة تهربي من خانة مطلقة وواحد ما تجوزش قبل كده فأنا إيه هبقى أول حظه وهيرضى بي تصرعتي للأسف رمتي نفسك في سكة أول واحد قالك أنا بحبك من غير ما تحسبيها كويس كل اللي قدر أقوله دلوقتي أنت محتاجة ترتبي حياتك كويس لازم تعتمدي على نفسك طب ما تدوري على شغل عشان يساعدك تصرفي على نفسك وعلى عيالك قبل ما تقولي أنا أهمشي ولا لأ وتقدر يتوادي ساعتها بأولادك حضانة عشان لو كان بقى شغلك وتبقي يقدن مسؤولي محدش هينفعك دلوقتي غير صحتك وشغلك ومجهودك هو ده الواقع اللي احنا فيه هنعمل إيه غلطنا بس مش هندفع التمن طول عمرنا وبرضو مش هقولك تعملي عشان لازم أنت اللي تختاري أنا دايماً بقول كده حتى في البرنامج أنه المزيع مش هو الدكتور النفسي اللي يقدر يقول اللي قدامه تعمل أو ما تعملش مهما كان واصل من علم ما ينفعش يقول لمستمع أو مشاهد أو حد لجأله يديره النصيحة بداله لأنه أنا مش هعيش عشتك وأنا مش هشيل شلتك وأنا مش هشيل زنب عيالك وده يبقى حرام علي وأفضل أقولها لأخر يوم في عمري عشان بقى عملت اللي علي بس اسمعتي معي النصيح دكتور هند في الفقرة اللي فاتت ما تعملي بيها كده وأستنى منك رسالة تطمينيني فيها عملت إيه؟ هاستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسمعوا قصة ميرفت لسه بنفكر إنه المطلقة ما ينفعش تاخد واحد لا تجوز ولا خلف قبل كده ولا طلق ولا ما ينفعش تبقى أول بخته زي ما بيقولوا لسه موجود الكلام ده بجد؟ ولا لا؟ عايزة الحقيقة في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة